نتكلم بقى دلوقتي على مكونات الجهاز نفسها فهمنا ان احنا عندنا 2 بروسيسيز لازم يحصلوا البروسيس تاعت الدفوجن و البروسيس تاعت الالترافلتريشن واحدة فيهم بتشيل الاملاه واحدة فيهم بتشيل المية عشان نعمل الكلام ده احنا متاجين ان احنا يبقى فيه عندنا محلول بنسميه دياليزيت يبقى موجود اصاد المية اصاد الدم في ناحية كل واحد فيهم في ناحية من نواحي فلتر معين او ممبرين معين موجود بشكل يعني يسمح ان يحصل اكسشنج بتوين الاثنين فبيبقى فيه عندنا براكتيكالي في ايه هزيه موداليسيس فيه عندنا جزئين منفصلين تماما الجزء الاول هو بنسميه دياليزيت سيركيت مهمتها ان هي تكون الدياليزيت من تلكيز معين وتخليه بعد كده سيفلي مع الدم من خلال حاجة بنسميها الدياليزر الدياليزر ده هو الافلتر هو ده الحاجة اللي احنا بنحط فيه الدم في ناحية ونحط فيها الدياليزيت في ناحية التانية الجزء التاني هو بنسميه البلاد سيركيت هي اللي بتاخد الدم من البيتشنت ويتمشيه فيه الدياليزر عشان يبقى ان كونتاكت مع الدياليزيت بشكل سيف برضو وفي الآخر ترجعه برضو بشكل آمن للبيشنت فإحنا هنحاول بقى نتكلم دلوقتي على المكونات بتاعة الجهاز واحد واحد عشان نفهم إيه اللي بيحصل بالظهر فنتكلم جانرالي كده إيه اللي بيحصل وبعدك هننتكلم على بعض التفاصيل عن كل مكون لوحده ففي الأول خالص طبعا لما ديجي نحط أي حاجة ان كونتاكت مع الدم لازم نتأكد ان تركيزها ومش مختلف كتير عن تركيز الدم من ناحية المواد المهمة اللي موجودة في الدم على سبيل المثال عندنا الدم في مجموعة أملاح تركيزها بيؤثر كتير جدا على جميع وظائف الجسم يعني مثلا تركيز الصوديوم، البوتاسيوم الكلورين، البيكربونيت الحاجات دي كلها يعني مهمة جدا 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 أن يكون نفس التركيز اللي موجود عندنا في الدم ما يتغيرش في أثناء عملية الهيمودياليس لو تغير تركيز أي واحدة من الأملاح دي بتبقى في غاية الخطورة على سبيل المثال لو احنا بنتكلم على مثلا حركة عضلة القلب أو هي عضلة عموما كنوا بنسمع عن حاجة سنها السوديوم بوتاسيوم بومب السوديوم بوتاسيوم بومب دي هي اللي بتعمل لنا بتعمل لنا حركة العضلات بتتم عن طريق اكسشينج او ايونز بتوين الاكسترسيليلر والانتراسيليلر كومبارتنس بتاعة العضلة لو حصل أي تركيز من تركيزات المواد الأملاح مثلا زي السوديوم أو البوتاسيوم اتغير بشكل كبير بيحصل أكنها بنعمل جامنج أو بنعمل إعاقة للعضلة ما تدرش انها تتحرك وطبعا لو احنا فكرنا ان احنا عندنا اهم عضلة في الجسم اللي هي عضلة القلب لو احنا غيرنا التركيز بحيث عضلة القلب ما يديرش تشتغل يبقى احنا كده براكتيكالي عملنا حاجة في يعني كونديشن يبقى فيتل بالنسبة للباشن فمهم جدا ان احنا لما نحط كونسنتريشن للدياليزيت لازل نتأكد ان تركيز الدياليزيت هو نفسه تركيز الدم من حيث المواد الأساسية اللي زي السوديوم والبوتاسيوم والكلورين والبيكربونات على أقل كل الأملاح اللي هي الأساسية في الجسم تبقى نفس التركيز بحيث ما يحصلش اكسشينج بين الدم وبتوين دياليزيت بالنسبة لأملاح دي بحيث ما يغيرش تركيزها في الدم فبالتالي احنا بنحاول نتكون نعمل لذياليزيت بحيث يكون في الأملاح دي الحقيقة بيتعامل بشكل يعني مميز جدا في اليمو دياليس ان هو بياخد كونسنتريت بيبقى فيه عندنا حاجة اسمها أسد كونسنتريت بيبقى فيها البيكربونات مينلي وبيقى فيه عندنا بيكربونات كونسنتريت بيبقى فيه عندنا بيكربونات وعندنا يعني بيبقى فيها الأملاح مسلا الصوديا ومالحاجات دي كلها فبيبقى فيه ببني أنا التركيز بتاع اليداليزيت بان احنا نعمل بيبقى يعني محلول مركز بيبقى اسيدك ومحلول مركز بيبقى قلوي بايكربونات اكتر شوية وببقى مع الميا بتركيزات مختلفة وببقى احنا بنتأكد بعد كده ان تركيزهم سليم بيبقى فيه عندنا حاجة زي conductivity monitor هنا او concentration monitor بيبقى فيه عندنا حاجة زي سنسور كده يقدر يسنس الconcentration اذا كان سليم ولا لا وفي نفس الوقت طبعا احنا عندنا اي حاجة تتحط مع الدم درجة حراريتها ممكن تفرق مع الدم يعني معروف ان الدم لو احنا الدم طبعا فيه بروتين والبروتين بطبيعتها لو احنا غيرنا درجة الحرارة اكتر من 42 درجة مئوية مثلا احنا نتكلم مثلا زي البيضة ما نحنا نسويها بنلاقي ان احنا لو نحط الحرارة يبتدي الجزء الزلال بتاع البيض يبتدي يتغير يبتدي لونه يبقى مختلف يبتدي يتغير طبيعته تختلف نفس الكلام بنسبة للدم لو احنا حطينا محلول درجة حرارته مرتفعة ان كنتك مع الدم يبقى في غاية الخطورة ممكن يأذي المريض بشكل كبير ممكن ان هو يعمل مشكلة كبيرة فاحنا بنلازم نحط درجة حرارة تبقى نفس درجة حرارة الجسم لها تقريبا 37 درجة وفي نفس الوقت احنا ممكن حاند يفكر احنا مش لازم نحن نحط درجة حرارة الجسم ممكن نحط ها اقل احنا اما حاجة ما يكون اكتر من 240 بس لما بنحط درجة حرارة اقل من 35 درجة بيحصل عكس بقى بيحصل حرارة يعني حرارة بتفقد من الدم بتروح للداليزيت يعني بمعنى لو انا درجة حرارة الدم 37 درجة ودرجة حرارة الداليزيت 30 درجة مثلا هيحصل تبريد للدم من خلال عملية الداليزيت يعني وانا بمشي الدم مع الداليزيت يبتدي الدم نفسه يبقى درجة حرارة وتبقى ابرد الحقيقة دي بتسبب حاجة للمريد بيسميه hypothermia يعني بنسبب ان احنا نقلل درجة حرارة الداخلية بتاعت الجسم وده الحقيقة ما هياش حاجة كويسة دي حاجة ممكن هي برضو تسبب مشاكل للمريد فاحنا مش عايزين لا دا ولا دا يعني قبل ما قبل ما دا لزيد احنا هنا عملنا سخن الميا اللي هي الداخلة بتبقى طبعا purified water لازم يبقى ميا ما فيهاش اي ملاح خالص طبعا لما احنا بنسخن الميا زي ما احنا عارفين بتادي يبقى فيه bubbles air bubbles تبقى موجودة داخل الميا لازم يبقى عندنا مرحلة بتاعت دي ايريتور دي ايريتور بيشيل الفقاعات الهوى اللي موجودة عندنا ودي الحقيقة بتدامن بشكل بسيط بنعدي الميا في compartment يبقى فيه جزء مفرغ من الهوى فوق يعني فيه حاجة زي suction او negative pressure فوق الميا و negative pressure دا بيخلي الفقاعات الهوى يبقى أفضل لها ان هي تطلع برا الميا فقاعات الميا فقاعات الميا دي بتعمل بعض المشاكل يعني ممكن هي تسبب بعض المشاكل في sensor او تتراكم مسلا داخل ال dializer فتعمل لنا loss of efficiency فبنحب بداية ما نحن نشيلها يعني بعد كده بيبقى فيه عندنا مرحلة mixing بيقى فيه عندنا حاجة اسمها dialyzate proportioning system بياخد يعني ده بيعمل mixing ل dialyzate من كمية مية محددة لكمية acid محددة لكمية bicarbonate محددة يعني بيعمل تناسب بين الثلاث مكونات دول بحيث يطلع في الاخر ال concentration مظبوط قبل ما دخل dialyzate على dialyzer لازم اتأكد ال concentration مظبوط وتأكد ان درجة حرار مظبوط بيبقى عندنا temperature sensor اللي المكتوب عليه T دوت بيبقى عندنا conductivity sensor أو concentration sensor ب sense barter concentration ونقدر ان احنا ن detect بي اذا كان في عندنا مشكلة في concentration ولا لا لو في اي مشكلة في الاثنين دول بنعمل bypass لل dialyzer دوت يروح على الدرين ما يخشش جوه dialyzer dialyzer ده هو الجزء اللي بيعمل فيه contact مع الدم فلو انا حصل عندي contact مع الدم بمكونات غلط هيبقى فيه عندي مشكلة خطيرة على ال patient فدايما بيبقى فيه عندي حاجة اسمها bypass valve بيتفتح لما يكون فيه عندي مشكلة يقيمة في concentration يقيمة في درجة الحرار مفروض هو يدخل في dialyzer يبقى contact مع الدم ويحصل exchange بينهم وبعد كده بيطلع بعد كده عشان يروح على drain بس قبل ما يروح على drain بيبقى فيه عندي هنا sensor مهم جدا لل safety بنسميه blood leak detector مهمته انه هو يسنس اذا كان فيه اي مشكلة سببت ان يبقى فيه دم يدخل داخل ال comfort بتاع dialyzer احنا هنا بيبقى فيه عندنا membrane في الجزء بتاع dialyzer فيه عندي membrane عامل separation between الدم وال dialyzer لو حصل لاي سبب من الاسباب ان فيه قطع في الم دوت هيبتدي يبقى فيه عندنا الدم من هنا يدخل في dialyzer وبالتالي الدم ده ممكن يبقى detected هنا بيبقى عندنا sensor باسم blood leak detector واول لما يحصل عطول يوقف العملية dialysis كلها علشان ما يحصل الفقد للدم الحقيقة اللي بيحصل الoperation اللي بتحصل هنا دي كلها الحقيقة طبعا لما بيكلم على ان فيه هنا عندنا dialyzer ناشي ده كده لازم يفي عندنا pump بتعمل الكلام ده فالحقيقة بنحط dialyzer pump في المكان دوت لان هي الميزة بتاعتها لما نحطها في المكان دوت بتعمل الflow دوت بالdrive اللي موجود هنا وفي الوقت نفسه ممكن بيها نعمل negative pressure يشد لنا المية اللي احنا كنا نتكلم عليها في ultra filtration من ال dialyzer تجيبها لنا من الدم تروح لل dialyzer فهو هنا actually dialyzer pump بتعمل negative pressure اللي احنا محتاجين ه في ultra filtration علشان نعمل remove الووتر احنا محتاجينها من الجسم الجانب الاخر من جهاز ديمو dialysis هو blood compartment او blood circuit blood circuit دي هدفة ان تاخد الدم من البيشن من خلال needle ويبقى في عندي حاجة تسمحلي ان اعمل pumping للدم واضيف له heparin علشان ما يحصلوش coagulation وبعد كده ادخله يبقى ال membrane اللي هو الناحية التانية فيه بيبقى فيه dialysis طبعا النقطة ان احنا يعني الحاجة اللي هي بتجيب لنا الدم اللي بدخل الدم الجهاز اللي هي hemodialysis بسميه arterial bloodline دي مش معناه ان انا بخدها من artery دي اكشوري انا بتخيل الجهاز الكلة الصناعية ان هو زي الكلة الطبيعية بيدخله artery ويخرج منه vein فال path او الدم اللي داخل للجهاز اللي هي hemodialysis بسميه arterial bloodline واللي خارج بسميه venus bloodline فعشان كده هنلاقي باسيكلي ان الحاجات اللي هي يعني هنشوفها في جهاز hemodialysis ان arterial pressure اللي هو pressure بتاع الجزء اللي هنا دوت بيبقى قل من venus pressure لان احنا هنا عايزين نحط negative pressure يعني pressure هنا يبقى قل من pressure الموجود عندنا في الجسم عشان يسمح ان احنا نسحب الدم من الجسم وهنا احنا محتاجين pressure يبقى اعلى شوية من pressure الموجود عندنا في الجسم عشان يقدر يدخل الدم داخل الجسم فبالتالي احنا بناخد الدم ونعمله pumping بشكل safe ونضيف له heparin heparin ده مادة بتمنع تجلط الدم coagulation anti-coagulant وندخلة بعد كده عشان تعمل exchange للاملاح والمية مع dializate وبعد كده عايز ارجعها للجسم عايش ارجعها للجسم بشكل safe لازم اتأكد ان انا ما يبقاش فيها اي air bubbles طبعا اي fluid بيمشي يعني بيعمل flow ممكن يحصل يبتدي يتكون فيه air bubbles لو حصل عندنا ان احنا بقى فيه عندنا air bubble size بتاعها 1 cc بيبقى عندي مشكلة ممكن تعمل خطورة على حياة المريض فلازم اتأكد ان مفيش اي air bubbles يعني بتكلم على air bubbles اللي هي حجمها ممكن يكون 1 cc 1 cm سكويرد كفوليوم او عندي foam اللي هو bubbles جمع مع بعض ممكن يبقى الحجم اتنين سي سي في كل احوال لازم امنع دول خالص ان هما يدخلوا داخل الجسم ف air detector هنا بيدتكت اذا كان في air bubbles واذا كان في air bubbles بيعمل حاجة اسمها line clamp بيستعمل حاجة اسمها line clamp عشان يقفل السافتي devices اللي موجود عندنا بيبقى عندنا pressure sensor هنا عشان يتأكد ان الجزء دوت اللي هي blood circuit كلها يعني كلها pressurized يعني كلها basically pressure فيها مرتفع بشكل معين يعني انا هنا بعمل pump فمعنى كان pressure هنا يكون مرتفع لو حصل اي disconnection طبعا الكلام ده بنشوف ان هو عبارة عن tubes يعني بس اكشوري لو حصل حاجة زي كده pressure اللي موجود طبعا هيحصل ان هو يدروبي يبقى هو atmospheric pressure فمعنى كده pressure sensor ده يقدر يدتاكت لو في عندي اي مشكلة في integrity بتاعت blood circuit وطبعا لو في عندي مشكلة اي حاجة يعني حصل فيها exposure للدم للجو الخارجي طبعا بيبقى في غاية الخطورة علشان ممكن يحصل فقد للدم وممكن يحصل تلوث للدم من المايكروبات اللي ممكن تدخل من خلال الفتحة دي فهم الاتنين الحقيقة بيعملوا تشيك على الدم قبل ما يرجع للpatient بحيث تتأكد ان هو داخل بشكل safe